صديقي من يرد شرع عني ويرمي بالعداء من رمواني من أجمل الأشعار كانت تجمعني بأجمل صديقات مدرسة الابتدائية اللهم اصلي على محمد وآلي محمد السلام عليكم اشلامكم متابعين شخواركم يا مساء الخير ويا مساء العافية إن شاء الله يا ربي تكونون مليون ألف هير رجعتوا ياكم فيديو جديد أمل جديد يوم جديد إن شاء الله يا ربي وبدينا هذا الفيديو من يقونا لأن دائما نطلقون يقونا فإنهم طلعنا حصيات هنا بلقى عمالتنا شوفوا صاروا بحال يقونا طبعا يقونا كله اشتعبت هنا أنا وجمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم يا ربي يوفقنا ويوفقكم اليوم راح جربوا ياكم التمر الحمراوي والتمر شنو سفراوي هذا زاهدي خستاوي كل إحنا نعرفه وكل إحنا ماكلينه أما هذا الحمراوي في أول أول مرة راح أجربه أبد ما ماكلينه فشانه بيقين طالع وجايبه إنه بنات هذا الأصفر بله دائما ماكلينه بس الأحمر هاي أول مرة راح أجربه وأشو شنو الطعام مالتا وياكم وأما بالنسبة لهذا الصبغ لظافر اللي يمنقش ما شاء الله سيرت شوي يمهلي وتعرفون إذا سيرت يمهلي بنات الأخو شلون يلعبه حتى ميكياجي ميكيجي هاي معصومة وسوال فهي دقوم الصبغ لظافر وستوي لي أشكال وان وان وطيتها على ماهر فشوفوا بنات الشكل من الداخل نفس هذا الصفراوي خستاوي طبعا دائما تايبين الخستاوي وبين الزالي فطعمها كلش طيب ما أسول فلكم مثل العسن فدشي يعني نفس الطعام وكوي اختلاوي وبعد هو كله نعمة من رب العالمين فالحمد الله وشكرا يا رب العالمين بهاي النعمة اللي نعمها أعلينا طبعا العراق هو مش تهرب التمور هسا بعد ما خلصنا الفقرة فقرة يقونة وفقرة جربت التمور وياكم هسا راح أبدأ روتيني هذا العصر روتيني اليوم راح أشوي الدجاج بتا نورطين بنات هنا عدنا سرعت شوي الفيديو همات راح نضف الدجاج يقولونه شنو تحبون الدجاج المذبوح لو الدجاج الجاهز احنا دائما وأكثر متابعين القديمات يعرفون احنا نحب الدجاج المذبوح بالبيت يعني صراحة صراحة هذا الفيديو طبعا ارت انزلة من الظهر بس قلت اذا نزلت الظهور رأس المتابعات شي يقولون وميقين شو التعشيتينا قبل لا اضغدينا واحنا غدا وعدناهم اضغدين فخليت الفيديو للي قلت انزلة احسن المهمة سراح نضف الدجاجة من الريش وبعديا نضف بطنها وتابعوا للأخير اه طبعا اكو شغلة هنا دائما اقولها واهاي همرررررثاني راح اقولها اكو ناس يعني متابعين راح اصار مثل بين اكو ناس فأكو متابعات يعرفوني عن طريق قرايبي بس مباشرة تواصل وياي معدهم يعني أنا ما أعرفهم بس هما يعرفون عن طريق قرايبي يعرفوني فدائماً ويشوفون قرايبي يسئلون عني شنو مياقين شلون هي شلون حياته عبالهم أنا إنسان مو من أنا نهائياً وعبالهم أنا إنسان شمني أجاي من المريخ أو شي فأحب أقلهم مليون أهلاً وسهلاً وشكراً لكم وللسؤالاتكم الحلوة عني أنا أخذكم مياقين إنسانة بسيطة وعادية الله أكيدكم حالي من حالكم من الزوجة وعدي بس يقونة فدائماً دائماً يعني صارت وهويت تتكرر هذه السؤالات لأن تعرفون القناة من تكبر راح تكبر العائلة وتكبر المشتركين فشكراً لهاي السؤالات الحلوة صراحة أنا أفتخر كلش وهويت بكم وكل من يعرف نفسي اللي كونه يسأل عني يردون بس يعرفون عني أنا كل شي أشارككم حياتي وهي قدامكم حياتي اليومية وروتيناتي وياكم شاركته هسا بعد ما فتحت الججاجة راح أأخذها أغسله واجيبانها طعاً مثل لبح الباصل خبث أغسيت ورجعتها شكراً لبابا ماما ماما شتدو بيبي بيبي بدا ماما وانترزين هنا شوي طبعاً هنا مو كلش يحبون الحشو بالتنورطين فهو التنورطين يعني الطين نفسي توجمر يطيش طعام شوية ملحتها وشوية روبة حامضة عندي دهنتها فقط بس انت إذا ترني نضيفين أي شي هاي شي راجع علش شوفوا بنات بدون لا أسلقها ولا أي شي بدون هساني لا سالقتها ولا أي شي يعني دائماً سلوني معقولة بالتنورطين قبل تستوي أي بنات تستوي بدون لا سلق ولا شي يسا شوفوا شلون راح سوي طبعاً هنا بعد ما خليت هالساعة جبت الشبتة و راح خليها بالشبتة وشيش الطماطاهمية ها وبنات إذا تردون تواصلوني يسولفوني أكثر وأكثر موجودة على انستاني دائماً راسلوني أحشوا ياكم عادي بالدردشة ما لأنستاني أسا خاف شوفوا اللي ريشة منها منها راح تنشوي بالجامراهية فدعماً يعني صريت شوية يعني الإنسان لازم يصر عند أغلاط منها منها فلازم شوفون شي غريب بالفيديو هسا هنا راح أشيش الطماطا والبصل حتى خليهم ثيناتهم سوية أما بالنسبة لأحد المتابعات هي يعني شوفوا تطلب منعتكم يعني من المتابعين وميقين قالت خصيصاً أريد إلهم الدعاء إلي بالشفاء تخير تشابة معودة شنو شنو سالفة خوما بيتشي تقولوا ميقين أنا طالبة جامعية طالبة جامعية حالي حالي أي طالبة وعدها صديقات سانشي على التنور وشوي أخلي النار تفت بعدين أخلي الدجاجة وبعدين أخلي طماطا حالي حال أي ابنية جامعية عندي صديقات أروح يومهم وأتواصلوا إياهم في يوم من الأيام رحت يوم صديقتي وتأخرت جابت لي عشاء قالت لازم تبقي إلا العشاء مالتنا المهمة تقول تعشيت ورجعت للبيت تقول أغلت لي شوية صارت عندي مثل الدوخة أول شي خليت الدجاجة على ظهرها حتى جدد مالتها شوية حموز وهنا طماطا خليتها بصفهية والبصن فتقول ما سول في شميقين ثلاثة أيام أربعة بدت الدوخة الزود عدي فجأة قمت أوقع شوية صار عنده هبوط معرف شيني جسمي أبد مو طبيعي قمت بس أبقى نام رحت للدكتور شوية أيده ومتني قاموا تقول شوية شوية بالتنازل صرت فقمت أراجع طبا ما خليه الطبيب يعتب علي هنا صار الليل طبعا شوفه مثل الظلام صار نزلت الدجاجة عجم ورجوه تستوه وغطيته وخليتها على كيفة أروح أحضر أشياء أخبويز أي شغلة عدي أسوي هاي هي تبقى على كيفة تستوه على النار تاخذ لها ساعة وهم أقلبها ساعة على وجه ساعة الظهر يعني وهكذا هنا أشوفوا حبيت أراويكم تحميصة أنا بدون لا ضايفة لها دبس رمان ولا شي ولا أبدا هنا أهمية رح أرجح أخليها على وجه مالته وأروح أحضر وأسوي زلاطة فتقول ما خليها الدكتور يعتب عليها ما أكو آخر شي تجهت لسادة فتقول فجأة يعني قام وضعي بالتنازل يصير هويش حكي حكي بجسمه ما عروفه شيني يعني من حيث أنا قتلت تجهي لأهلي البيت تقول أم يقين حتى لو روح مثلا ما أقدر أبادي تليش تقول هذا اللقماش الملابس تقول ما أقدر أخليه على جسمي من الشي اللي هسه هو بجسمي يعني الشي اللي أنا قاعد أحك به من جسمي فتقول آخر شي تجهت لسادة قالوا أنتي ما أكل عند صديقة أو شي وهذا ما سويت لسيا يعني عمل والعياذ وبالله يعني نصبوا يوم ما أجلت حل ومعروف شينوه فالمهم تقول حالتي حالة هسه وأمي وأني ليلي ما أنا ما ودي أموت روح وأخلص من هذا العذاب يعني والله ما أدريش يقلت هي الدنيا صراحة ما بها أمان يقولون صديقي من يرد الشر عني ويرمي بالعداء من أرماني بالعكس صاير ويا أختنا هي جايبة تلها الضيم والصليم والتعب والله يعني ما أعرف شي أعلق عليها وش أحتيه بس أقول لكم دير بالكم دير بالكم من الصديق دير بالكم من العدو احتمال بالوجه ومرأي وبالقفص اللاية بهذا الوقت كلش صعب أنه تأمنون دير بالكم على بناتكم من الصديقات على ولدكم فيعني هي ماخذتها ومحلفتها عاد يعني هي البنية حالفة وهي يعني هي متأقدمية بالمئة هي فالمهم أتمنى منعتكم تدعو لها بالشفاء الآجل يا رب الهول كل مريض يتألم مثل حالته حتى لو ممثل حالته فأتمنى منعتكم تدعو لها يا ربي وتشافينا شر هيك أصدقاء أصدقاء السوء موجودين ويحفظ بناتنا وبناتكم وولدنا ولدكم يا رب طبعا هنا متابعة دامنة قل ميقين هاي تجمع رمول شي لها فمن قرية تعليقها لحد الآن أنا أشيلها ما أبقيها لأن فعلا هي تجمع رمول حصلها رمول لا رمول فحلو أنه أخذ نصيحة من عدكم ماكو أي شكال هنا بعد ما سوت الزلاطة أهنى يحبون عليها بصل أنا ماكلش أحب عليها بصل صراعاً زلاطة بس المهم راح أضيف لهم بصل لشان نتناوي أشيء الآن وحادي أخلي زلاطي بعد يلاق لتناكل سواء حتى لو وحس دعماً عم تتخلي شوية شكر على الزلاطة فتطيها طعم كلش طيب تخليها تعني سموها قوملي حشوين وشكر بنات إذا أول مرة شوفون قناتي أتمنى تشتركون بها ودوام خلينا لايك تتقونا بشقة لايك حتى الفيديو يصعد بممم أي فاس أبدأت أحضر وخلي الزلاطة وأهمشي التمر وأتمنى منعدكم أنه أنتم مستمتعتوا وياي بهذا الفيديو يا رب انتظروني فيديوهات جديدة كل ما عاني زيانة راح تلقوني أقدم لكم بس والله العظيم يعني وقت ماكو شو أحسوا الوقت طب منها يطلع منها حتى ما لحق أصور يعني ما أدري شلون الوقت يريد تصويره كلها بالعكس التصوير طبعا يريد وقت وعذروني على هاي السحقات اللي ما شاء الله أبد ما جاي تروح نائيا يعني حتى شوفوا بنات لا أبادكماني حمدان مثلا أسوي بالفيديو حتى واحد يضحك أو شي لا والله حتى يشهد الله علي حتى يعني الكلام العادي هسا بالحياة العادية اليومية نعيشها أنا شوفوني لازم أكسر بالكلام ما أدري لي هاذا السحق موجود عدي هسا عندنا الطماطع والبصل راح أجيهم لي أن نستوى وراح بس أسحب الشيش لي أن نستوين بالخبز فطعم مالتهم كلش طيب ليش لأنه أنا مساويته لا بالعكس لي أن أنا مساويته أنا ماليين على الجمر فيكون طعمه الجمر مختلف يصير كلش طيب هنا ما حبيت الساحة الصحنة تكون بيضة فخليت شوي شراع خيار فسراحة راويكم الدجاج شلون محمص وشلون شكله هنا تقدرين يضيفين دبس رمان أو أي شي تحبينه أنت أو أنتم أي شي تحبونه ضيفونه يطلع بعد تحميص أكثر وهنا أمات راح أراويكم شون الدجاجة مستوية وصلنا نهاية الفيديو أحبكم كلش هواي لا تنسون من اللايك واشتراكم مع ألف ألف سلامة باي باي أحبكم كلش شويانة هواي